اهلا بيكو طالبات وطالبات تلت السنوي وصلنا اليونت فور ومراجعة الجميلة بتاعة لونجمان يا جماعة على كل المنهج بازن الله وهتلاقي في الاخر اكتر من خمستاشر ملف يتعدى عدد صفحاتهم المية وخمسين صفحة يعني كأنها كتاب بالزبط للمراجعة وحابي بشكر في البداية الطلبة الجميلة اللي هي بدأت تعرف الناس على القناة وبدأت ناس اكتر تنضم للقناة عشان تستفيد شكرا ليكو وشكرا لكل الزملاء الكرام اللي بيتابعوا برضو معايا وفي البداية الجزء الاول بيتكلم عن المفردات والملاحظات اللغوية المهمة جدا وبنكتسب من خلال تشوز ده يا جماعة كلمات جديدة الكلمات دي ممكن تفيدك في الترجمة ممكن تفيدك في الكمبريهنشن فياريت تسجيلها مثلا عندك في كراسة ولا في ورق ولا اي حاجة الجملة الاولى is a state state هنا state طبعا لها كذا معنى بس طبعا زي ما احنا عارفين ان الكلمة بتاخد معناها حسب السياق اللي موجودة فيه يعني يقولك United States الولايات المتحدة الامريكية ملاهاش علاقة بالكلمة هنا عند state بمعنى دولة لما يقولك تقوم الدولة بانشاء مشروعات ضخمة في الترجمة عند state كافيرب بمعنى يوضح او لما يقول القانون ينص على كذا states ذات وتيجي كافيرب بقى لكن state الي هنا دي بمعنى state هنا بمعنى حالة هو بيتكلم على حاجة اسمها الانهاك او الاجهاد فدي بيقولك حالة من او مكتوبة هي كمان حالة من الارهاق الانفعالي والجسدي والعقلي انا اذا عارف لازم اعارف الكلمات التلاتة دول لان ممكن تيجي في ترجمة اموشنال انفعالي او عاطفي فيزيكال جسدي او بدني منت العقلي اجزوستشن اجهاد اه يبقى انا عندي هنا كلمة اجزوستشن دي يا جماعة وبنوضح اكتر كمان من الملاحظات اللي انا مسجلة كمان بزود عليها وانا بشرح كلمة اجزوستشن تساوي هنا بقى كلمة بيرن او بمعنى انهاك او اجهاد ليه الكلام ده مهم برضو عشان لما يجيني في جملة بقى يقول للسنانم المرادف the meaning of burn out is يبقى انا عارف ان انا هختار في الحالة دي كلمة burn out يبقى برضو كده بنتكلم على السنانمز والانتنمز واحنا ماشيين طيب يبقى دي حالة من الاجهاد او الارهاق الانفعالي الجسد العقلي الناجم عن الاجهاد لفترة مفرطة ارهاق ناتج عن اجهاد مفرط لفترة وده بيحصل عادة في العمل يا جماعي ده يقول لي at work في العمل او ممكن بالنسبة للطالب بقى لما يقعد يذاكر 7-8 ساعات ويلاقي نفسه خلاص ارهق بدنيا وجسديا وعقليا عقله مش مستوعب حاجة تالي فلازم ياخد rest بقى ويعمل break ده بنسميه برضو burn out طيب لكن بقى الكلمات انا عندي فيرب مهم جدا اللي هو break out يا جماعة break out هنا بمعنى ينتشر ده لما استخدمها للمرض وفيه فعل جميل في العرب يقول لك تفشى مرض الكوليرا تفشى مرض فيروسي مثلا طيب وbreak out ممكن استخدمها في الحرب يقول لك اندلعت الحرب يعني اندلعت يعني بدأت طيب بعد كده يقول لك اندلع حريق او فيه فعل تاني جميل في العرب يقول لك شاب حريق هائل دمر مش عارف ايه وايه فانا عايز الناس تبقى كويسة في العرب يا جماعة لاني لما تبقى كويس في العربي بتبقى في الترجمة برضو كويس فده break out عندي نوك اوت ده ناون بمعنى ضربة قضية زي في البوكسنج بقى في الملاكمة تشيك اوت تشيك اوت ده في السوبر ماركتس والمحلات والمولز والحاجات دي المكان اللي انا بدفع فيه الحساب وامشي تشيك اوت كمان بعمل تشيك اوت لما يكون في فندق وخلاص هدفع الحساب للفندق وغادر للفندق ده تشيك اوت برضو نفس الكلام طيب ده بالنسبة للجملة الاولى يا وقفنا كتير عشان احنا ما بنسيفش حاجة فعشان كده انا عايزك تركز لان الكلام ده مهم جدا وللأسف مش هبقى فيه وقت نعيده تاني I couldn't go on go on يستمر فيه زي continue working because I was completely I was اه يبقى انا هنا بتكلم على adjective بقى ال adjective جماعة بتيجي مع verb to be اكتر verb بتيجي مع ال adjective الصفة هي verb to be طيب بس verb to be لا مش بس verb to be وبتيجي كمان مع الافعال معينة زي افعال الحواس feel smell والافعال الحواسف زي كده اللي جاية في الجرامر باذن الله طيب انا ما درتش اكمل الشغل ليبقى واستمر عشان مجهد منهك exhausted يبقى exhausted ده ناون من exhaustion اللي هي مرت قبل كده relax طبعا ما تديش المعنى interested interesting ما تديش المعنى طيب رقم ثلاثة when i to school i realized a drug that i had forgotten my activity book كتاب النشاط زي workbook كده at home اه يبقى انا عندي حاجة مع تو بقى حرف الجر وخلي بال يا جماعة عشان برضو في ناس كتير وانا منهم انا كاتب حاطت لو انت بصيت على الفيسبوك عندي اهو عشان اوريك بس ان مش انت بس ايه ده اهو فين فين اهو اهو انا كاتب كده كاتب ايه كاتب ايه كاتب حاجة هنا ايوة انا بكره حروف الجر انحور وبالتالي فيش حد بقى يسألنا على حروف الجر صحف الجر دي عايزة قموصة يا جماعة وحاطت كده post وفي عشر جمل فيهم حروف جر وكلام زي كده ولو لاحظت هتلاقي حتى الزملاء اللي هم علقين يقول لك ايه اه اه وانا بكره الفريزال فيوربس الفريزال فيوربس اللي فيونت فايف اللي مجننة الناس وده يقول لي يوقريت ما علينا مش بوضوع انا انا اصدق حروف الجر فيها مشكلة فعلا يا جماعة وانا بعذر الطالب بجدم بقدر ان هو حروف الجر بتبقى عنده فيها مشكلة لاني كتيرة قوي وحفظها مش سهل لكن بالنسبة لحروف الجر اللي فيونت فايف عشان الابننا اللي كان بيسأل فحروف الجر يا جماعة بتيجي بالتكرار يعني معها التكرار بتبقى خلاص معروفة ومألوفة ومش هيبقى فيها صعوبة او باذن الله مش هتخرج حروف الجر عن حروف الجر اللي هي موجودة في المنهج يا جماعة عشان انا اعرف طبعا الكتب بيبقى فيها حاجات زيادة كتيرة قوي لكن انا شايف اني حروف الجر اللي في الكتاب كافية جدا طيب نيجي نشوف بقى الجملة دي فعندي جيت تو بمعنى يصل الى جيت تو يصل الى طب ايه الفرق بينها ايه ده الفرق بينها وبين ريتش اهو يتساوي ريتش بس من غير اه من غير حرف جر طب اه مش فيه بردو اه اه انا فاكر ان انا سجلت ملاحظة هنا ولا مش هنا سجلنا حاجة على ريتش طيب ما علينا نقولها كده بسئلية يا جماعة عدنا يأتي معنا أمي OAT مع الحاجات الكبيرة مثل المدن والدول عدنا في للدول عدنا في نيورك وعуч بالتأكد مع الاشي Happiness مثل الله بإنجارipping غير إقíveis بانك على الخلاب أيضا الجملة فيها شيخ hottain نحن هنا بنتكلم Barbara الفرق في المراحزات اللغوية بين لكن في حاجة تاني في الجملة دي انت ممكن تاخد لبالك منها هنا بيقول اه ده اول فعل ادي اول فعل انا بس عشان الدنيا تبقى واضحة انا بتكلم على ايه وعندي فعل تاني بيقول ايه لما وصلت ادركت ايه ادركت حاجة حصلت في الاول ده اللي انا عايز اقوله النهات forgotten ده الحدث الاول في الجملة اه يعني انا عندي ثلاث افعال عند اربعة مين اللي هيبقى post perfect ماضي تان فيهم الحدث الاول طب وبقى الافعال هتبقى post simple اه دخلت في الجرامر كله متصل ببعض يا جماعة للأسف اذا ادركت ايه مكتوبة وانا بابا شوفش انا معلش نظر ضعيفة جماعة arrive at school at work at the station at the office at the office arrive in cairo london new york انا كتبهم انا فاكر انهم مكتوبين اربعة the new secretary the new secretary was worried was worried الآن ايوة was worried ذات في ذات هنا محزوفة من هاش لازمة يعني that he ايه ده he مش secretary اه عشان احنا تعودنا اقولك secretary secretary لا هو ممكن يبقى secretary يا جماعة هو واضح من الجملة ان ده مذكر عشان ما هي وهز اللي موجودة في الجملة الدمائر طبعا خلي بالي he wouldn't be able to with his boss's demands مطالب رئيسه في العمل الباص بتاعه وعندي طبعا ال phrasal verb ده او فعل وحرف جر اللي هو cope with يتعامل مع ويتعامل مع حاجة فيها صعوبة فيها challenge تحدي ده cope with يقدر يتعامل معها بنجاح يعني طيب لكن ال run يجري ورئيس يسابق او سباق وكاري ملهم مش علاقة بالجملة جملة رقم خمسة دكتورز and nurses are responsible for حروف الجر انا عايزك تعمل كده زي يعني كل ما تلاقي حرف جر عشان ساعات بيتوقف عليه الاختيارة جماعة فكل ما تلاقي حرف جر highlighted يعني عمله كده ابرزه كده عمله اه اه حاجة توضحه اه for the care and رعاية care جاي نون بقى care and will being of their patients رعاية وسلامة اه هنا ال will being ده يا جماعة يعني عارف حتى will هيقول لك how are you am very am very am very well يعني بصحة كويسة فتدي معنى ال will being ده صحة كون الشخص كويس صحيا او لو انت فصصتها يعني صحة سلامة وفرت الصحة يا رب طيب patience المرضى طيب فعندي will being هي اللي تدي معنى لكن will born ده يقول لك ده من عيلة مش عارف مين عريق النسب طيب self harm الحاق الضرر بالنفس ما harm يعني يضر او ضرر self denial جاية من ال verb deny ينكر d e n y وself denial يبقى انكار الذات الجملة رقم 6 تعبير او تركيب او متلازمة مع بعضيها time management ادارة الوقت ده في كتب عن ادارة الوقت is highly recommended يعني يوصى بها يعني حاجة كويسة جدا واحد يقول لي طب مش highly دي جاية من high bravo لكن highly هنا ملاحش علاقة ب high highly هنا ده adverb بيدي معنى very يعني تقدر تحزيفه وتحط ما كانه very very recommended طب وش معنى انت بتقولينا ان دي adverb اه عشان هو ساعات ييجي في اسئلة الرايتنج تلت اسئلة رايتنج يا جماعة اليوم ست درجات انا متضايق بجد زيك فيقول لي الاندليند وورد دي الكلمة اللي تحتها خط ايه part of speech اي جزء من اجزاء الكلام هل هي verb ولا adverb هل هي adjective ولا preposition حرف جر وهكذا فالكلام ده برضو مهم ان انا بعارفه highly recommended when running your own business ادارة الوقت ينصح بها جدا عند ادارة العمل الخاص بي هنا business يقصد بها عمل مشروع تجاري انت عامله فالtime management ده مهم طيب حاجة موجودة في unit one متكررة في الجملة دي رقم ستة بص عشان نربط ما بين vocab and grammar يا جماعة برافو اني win هنا كلمة win عشان مفيش فاعل بعد win فجاي بعدها ing شوف بقى تاخد بالك من كل حاجة ازاي win في حالة عدم وجود فاعل زي after وبيفور برضو while لنفس الكلام طالما ما فيش فاعل بيجي بعدها جلند الجملة رقم طبعا بقى الكلمات retirement تقاعد punishment عقاب reassignment عادة تقصيص او عادة تكليف ما لهمش علاقة بالجملة السبعة don't worry your father is تلاقيها ما بتاخدش ف improve يتحسن يقولك تحسن فلان طب ما هو فين المفعول مفيش طب لكن انا ممكن اعمل يقولك he improved his work حسن الشغل بتاعه يبقى ده خذت مفعول في العربي واضحة في حكاية لما تعملها بالعرب تلاقيها سهلة وانت فاهم طبعا الحكاية اللازمة والمتعدي فهتبقى واضحة وما تقلقش منها طيب and he is going to leave the hospital هيسيب المستشفى هيتحسن بقى الحمد لله وهيسيب المستشفى very soon لكن approve يوافق move يتحرك remove يوذيل ما لهمش علاقة طبعا بالجملة وفهمنا رقم سبعة وتمانية congratulations I heard انا سمعت انك انت ملك ايه رقية رقيت الى منصب اعلى اه شوف كلمة position بقى لما انترجمها منصب او وظيفة higher position يبقى promote يرقي وجاية هنا مبنية للمجهول لان الواحد مش بيرقي نفسه طبعا زي ما انت فهم عندي الفعل الجميل دي يجب ان استقصل مش عارف ايه الارهاب uproot طب يستقصل يعني يعني يقتلع من جذوره لان جاية من root جذر برافو ايه الحلوة دي operate بمعنى يشغل اقولك operate ده coffee machine شغل المشين بتاعة coffee operate بمعنى الدكتور مسلا surgeon الجراح هيعمل عملية يجرى عملية remove يزيل لسه ايلنها الجملة رقم 9 if you start studying early لو تبدأ مذاكرة بدري للامتحانات you want feel مش هتجي لك التوتر اللي انت فيه ده بس نحاول برضو نعوض يعني feel stressed stressed يشعر بالتوتر لكن دي يشعر بالاسترخاء والراحة relief دي يرتاح برضو steer يوجه steer مع العربية لا steer يوجه vehicle مركبة معينة في اتجاه معين زي البوت القارب او السيارة ومنهمش علاقة بالجملة رقم 10 what activities activities can you تلازم الافعال مع اسماء معينة ده مهم يا جماعة أو بيمروا واحدة واحدة زي ما انت شايف مش هيبقى فيهم مشكلة برضو فما ينفعش اقول make activities لا اسمها do activities طب take take لا move do مع activities يبقى احنا كده اخلي بالي من حكاية التلازمات اللي بتمر يا جماعة time time management do مع activities ايه 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 كان فيه حاجة تاني برضو مرة ما علينا طيب ده جملة رقم عشرة ايه جملة رقم حداشر ايه ده ماله ده متضيق ليه ده اه بصوا عشان افهمك الافعال دي يعني انا عندي باوت يعني يبوز بص 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 الولد السود امور بص يعني يمط شفايف وكده يعبس ايوة تجمع بس فيه كلمة تانية بمعنى يعبس بقى اللي هي فراون فراون يعبس بمعنى يتجهم يعني يقطب جبينه يعني عارف الحتة دي الجبين كده وتلاقي يقولك عملك كده زي ما تكون مية واثناشر ولا معنى مية واثناشر ولا هنا مية واثناشر مش عارف نعلينا فده يبقى كده لكن شفايف ولا علاقة بالموضوع ده اللي هو فراون بقى طيب وعند الفعل الثالث اللي أنا حطت صورة لي يعني هي عشان الأفعال دي بيبقى صعب فهمها كده بالمعنى يعني هي بوز يعني يعبس يعني يتجهم فنبقى فاهمها عندي مثلا انا مش انا لك زاكر يا اي اي انا تزاكر انت مالا تنتهر بتوبخ يوبخ والوادي عيني هو سوى يستاهل المفوض يزاكر طيب 11 if you are suffering from suffer from يعاني من burn out الاجهاد والانهاك اللي احنا جبناها في اول جملة you can experience a lot of stress ومعنى experience هنا بمعنى يختبر يمر بي يعاني برضو يعاني من صح رقم 12 i must leave now طب ليه لازم تمشي دلوقتي i am to عندي am و to مرتبطة بsuppose be supposed to اي مالا دي بمعنى should او must مثلا من ناحيتي يعني حاجة ان مضطن عملها يعني مفروض ان انا اكون في المكتب طب ليه مفروض بيكون في المكتب عشان لوائح المكتب قواعد المكتب القوانين بتاعت العمل بتقول انك انت بعد نص ساعة يعني الساعة 8 ما فوض تكون هناك وانا لازم امشي دلوقتي عشان نلحق i'm supposed to be in the office after half an hour لكن i am imposed imposed يفرض مش يفترض اهو كده refuse يرفض include يرفق من همش علاقة بالجملة الجملة رقم 13 don't scold the new nurse for breaking the machine اما تعودش توبخ في الممرضة الجديدة ان هي تسببت في كسر الجهاز ده it was an accident ده كان مجرد حادث يعني ما تعودش بقى توبخ فيها renew يجدد reward يكافئ و forgive يسامح لكن don't don't ايه don't scold وده فرب عادي يضيف له ed يبقى ماضي وتصف ثالث الجملة رقم 14 she at her son لما يعبس يتجهم في وش واحد يعني front at her son يبقى نخلي بالي من استخدام حرف جر at مع front وساعات ما يجيش معها حرف جر وتيجي بس كده في الجملة بدون مفعول يقول لك front wind عبس وجه عندما عارف نتيجة الامتحان لان شاء الله هنبتسم وهنفرح وهنضحك بعد النتيجة when she found dauit لما عرفت ذات ايه اه لا الواد يستاهل يا جماعة ها بيقول لك او اتجهمت في وجه ليه ما عملش الhomework بتاعه يستاهل طبعا 15 you need to drive your car slowly I don't think the mist 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 أيوة ايه mist الضباب اه يعني زي فج كده تقريبا يعني الضباب طيب ما له الضباب انا ما اعتقدش ان الضباب هيعمل هيذول طب يذول يعني ينقشع بالله شوف العربي انا حايز اكتبها اقوى مني في العربي ينقشع طيب لكن put off يؤجل طب run after يطارد طب think of يفكر فيه ما لهم مش علاقة 16 the young man wasn't set free set free يعني يطلق صراح طبعا هو مش هيطلق صراح نفسه عشان كده مبنية للمجهول اشوف اشوف تركيب الجملة عايزك تبقى فاهم ليه الجملة دي متركبة كده ما تنساش انك انت هتكتب من 150 ل200 كلمة في الاخر في الاساي wasn't set free لم يطلق صراح والسنس he had no proof ما لعندهوش دليل that he was innocent in the بريء لا استنى اه ايه سنس يعني دي مش قاعدة سنس اللي واخدينها في المضارع التام في اليونت الاولى اه 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 لان سنس هنا مش معناها منذو ايه دمال معناها ايه سنس هنا بتساوي because الله يا شيخ طيب لم يطلق صراحه لان لم يكن لديه دليل على انه بريء يبقى سنس بمعنى because مش مرتبطة بقى بزمن معين غير حكاية سنس بتاعة ال present perfect او ال past perfect احيانا يعني ارجع بقى لقواعد سنس اللي في اليونت الاولى جملة رقم 17 an anonymous benefactor benefactor ده الشخص اللي هو زي في ال story يا جماعة ماجويتش الرجل الكونفكت اللي هو كان بيتبرع بفلوسه لبيب عشان يبقى gentle man وتبقى educated والكلام ده فبين factor محسن متبرع خير خير وجمعوها خيرون طيب anonymous يعني مش معروف مجهول الهوية طيب ما له ده تبرع أنا يعني طبعا الكلمات اللي أنا نسيت أكتب معناها اللي بنكتب معناها عشان بقى كل المعاني عندك مهم جدا موضوع الكلمات يا جماعة تبرع بكم ten thousand pounds for our local charity 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 مؤسسة خيرية طيب فالده بين factor لكن factor هنا ما لهاش علاقة بالموضوع خالص factor هنا بمعنى عامل ايه ده عامل 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 جمعها ايه يعني جمعها مش عمال لا جمعها عوامل يقولك ما العوامل التي أدت الى لا خلي بالك عشان الترجمة طيب مجرم او شرير يا راجل ايه ده تراكتور تراكتور شاحنة ملهاش علاقة بال قصة هنا خالص تمام هي بس تشابه actor actor في اكتر اكتر 18 our hearts were all sit on طيب التركيبة هنا ايه بقى التركيبة هنا ان عندي verb و يعني ده be طيب و ايه تاني sit و ايه تالت on يبقى كده التلاتة مع بعض be sit on i am sit on i will sit on يعني عقدت النية على عذمت على صممت على فعل شيء معين ده اللي يقولك sit his heart on لكن هنا عشان بدء ب hearts فبناها للمجهول about our hearts were all sit on spending the weekend in the country reef until my brother broke her leg until my brother broke مش هير بقى لا انا مش هلا اللي كتب هم دول اللي كتب هم الجماعة بتعلون جمال انا broke فهنا تبقى دي المفروض broke ايه ده يعني انت اه انا بغلط كتير بس دي مش انا his leg and we had to postpone the trip postpone postpone ما عرف شين فعنك تبقى هنا وانت تبقى واخد لبالك postpone هنا بمعنى you اجل الرحلة يبقى انا كده فهمت الجملة يا جماعة الفكرة يا جماعة الحاجات دي لها اجابات واجابات ها منتشرة عن نت انا بس انا عايزك تبقى مسك كل جملة كده وفاهم جات ازاي علشان لو تكرر ما يشبه في الامتحان مش هتغلط فيها بإذن الله ويجي واحد قال لك my brother broke his leg يعني هو كسر رجله مسك رجله كده رح كسرها لا هو التعبير بيتقال كده في الأسف للانجليش يدي معنى كأنه his leg was broken يعني يدي معنى المجهول لكن هي بتتقال كده للأسف في كل يجهز يستعد سات 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 جلس ولفت غادرة ما لهمش علاقة تسعتاشر as I had all along he was not a real businessman ما كانش رجل أعمال حقيقي ما لئيه he turned out to be واعرف التعبير ده اتضح في النهاية أنه أكروك كروك كروك نصاب يلا ويه طب ما كده ابتقاش ليه نصاب طيب بيقولك هو المعنى الجملة بقى زي ما أنا كنت طول الوقت شاكك أهو أهو طول الوقت كنت شاكك أن هو مش businessman اتضع في النهاية أنه نصاب طب ريسبيكت يحترم والمرة اللي فاتت أنا وضحت لك الفرق بين ريسبيكت ورسبيكت ورسبيكت في يونت سري مهمة جدا نرجع لها invent يخترع pretend يتظاهر الجملة رقم 20 ماء مائ كازن مائ مائ كازن ويل هاو هاو مائ هاو عنده ممتلكات كتير in the future اه اه هنا اه 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 عشان يسأل بقى في الكلمة وال اه متشابه معها في المعنى المرادف او الانتنم العكس ال opposite يعني فهنا كلمة property معناها positions ممتلكات نكتبها تاني ايه المشكلة احنا مولاناش حاجة ممتلكات طب suggestions اقتراحات impressions انطباعات inventions اقتراعات عشان ما تقولش مش عارفش لقين كلمات 21 I'm worried me خير I have to do a lot of tests او رجعنا تاني لتلازم الافعال مع اسماء معينة do مع test do مع homework do مع job do مع work وهكذا يبقى do مع test before I get this job لكن البيين مش من الافعال اللي تتلازم مع test 22 order to improve هنا جاي متعدي يعني مع مفعول improve يحسن يحسن الصحة العقلية mental health you need to responsibility for the things you can control يا ابنة عايزة اقول ايه يتحمل المسئولية ياخذ على عاطقه مسئولية take my responsibility take my responsibility يا ريت الحاجات دي يا جماعة تبقى معروفة ومش عايزة اقول ان نحفظ لاننا حكاية الحفظ دي يعني بقى فاهم اه اه في حاجات في اللغة بنحفظها معنا في العربي بنحفظ كتير يا جماعة take my responsibility do مع test وهكذا طيب ده الجملة رقم 22 الجملة رقم 23 وعشرين رجعنا للبرن نقاوة الانهاك والاجهاد وبالذات الوظيفة is caused by both بيبقى سبب حاجتين ايه هما both طبعا بتشيل الاتنين يا جماعة يقول لك both and اهو احنا كل حاجة زي ما قلتلك موصلة لبعضيها هنا رحنا راجعين للgrammar ان عندي both بتيجي مع and مش موضوعنا الجرامر لكن اخلي بالي decisions you القرارات اللي انت بتتاخذها طبيعي الفيرب اللي يتلازم مع decisions make make decisions طب عندنا الميستر قال لنا take برضو تنفع اه وتنفع take مع decisions والسنة اللي فاتت هو كان حطت في الاختيارات make و take للأسف وكانوا الاتنين ينفعوا ده مش في الامتحان ده في التمارين لونجمان السنة دي عدلها اهو نشعر بالاحباط feel frustrated نشعر بالاحباط طب impressed منبهر creative مبدع او مفتكر encourage ملعش خمسة وعشرين it's important to be of اه 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 حروف الجر اللي انا وانت بنكره اه aware of بي 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 وخلي بالك انها بتستخدم مع verb to be اسمها بي اه بي ايه aware care of يعني واعي الناس مفيش verb يعني ماينفعش اجيب الverb من aware مايجيش منها verb طب ما لا اقولها ازاي اقولها كده make people aware of طب ما تكتبها اكتبها اكتبها make people aware of او او يقوم بتوعية الناس ب بكذا بخطورة كذا باهمية كذا make people aware of about يبقى انا كده استخدمتها ما يشبه الفربي واعي في العربي ف زي ما انت شايف كل موصعة بعضي هنلاقي حاجة تنفع عشان مهمة للمقال فانا هقولها بردو حاجة اللي هي علاقة بالجرامر هقولها طب احنا في الاصل بنتكلم عليه بنتكلم عن المفردات والملاحظات اللغوية الفيديوهات دي مفيدة جدا يا جماعة انا اتمنى اتمنى ان احنا ننشر القناة وسط الناس اللي نعرفها وعدد اكبر يستفيد من الحاجات دي لانها مهمة جدا رقم 26 I don't like this kind of work لماذا متحبش النوع ده من الشغل because it is يبقى انا عايز صفة تنطبق على الشغل اللي انا بحبوش ده لانه لازم وضروري لا لانه نادم نا رجريتفول دي للاشخاص لانه حفنة يقولك حفنة دولارات حفنة دينارات انه ملناش علاقة بيها لانه لانه الشغل ده فيه ضغط طب وضغط يعني يعني فيه ضغط تجهد الواحد يعني مجهد يعني مرهق سترسفول 27 if you the position of the disk لو انت عايز يقولك ايه ده لو 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 تغير وضع الديسك ده هيبقى فيه روم اكتر ايه ده هيبقى فيه اوضة اكتر لأ روم روم مين يقول روم 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 بمعنى مساحة ايه ده يعني زي space مثلا اهو كده روم هيبقى فيه مساحة اكتر for the chair يعني هتوسع كده وعايز بقى فيه مكان للكرسي يا لهوي اه اولتر يغير لو غيرت مكان دي يبقى اولتر تساوي نعمل كده جنبيها ونكتب وتساوي change عشان synonyms والantonyms طب charge لا ما انت تشارج ولا عايزين يلا تشارج الموبايل يشحن تشارج تيجي بمعنى يتهم مع وذ check يتأكد يتحقق من صحة حاجة share يشارك ما كلهم انت دول عارفهم وما لهمش علاقة بالجملة فادل بس منحوظة بسيطة على حكاية روم دي يا جماعة لأ ماذا دا بيعمل ليه كده طيب حكاية كده على حكاية room room لما تيجي بمعنى مساحة او تيجي بمعنى انا عايز برضو اكتب كلمة space عشان لو جابها يعني هنا اكتب فين f تساوي space بس بما انت عارف ان دي تبقى تابعة دي يعني مش اه طب يلك في الحركة دي يعني اعمل ساهم كده يبقى انا الاصل دي على دي لو انت بقى برحتك فلما تيجي room بمعنى space ايوة ما لها لا تعد الكلام دا الكلام دا كبير قوي خلي بالك لا لا تعد لتعد روم لكن روم بمعنى غرفة احط قبلها ا اقول ا روم وادرج معها واقل two rooms three rooms هو اي لازم لا الكلام دا مهم في grammar ما هاكل دخل في بعض احنا مش هنلاقيها بعد شوية الجملة دي الجملة رقم 28 دا دا احنا احنا دا احنا من هذه من لاحظة وفي المستقبل إن شاء الله يعني من الآن فصاعدا لازم تعمل بمجرد ما تتناول الغداء يعني بعد الغداء الناس عايزة تنام يا باب طيب هذا الجزء اللي تحتيه خط معناه إيه بقى وحفظ التعبير ده كويس لكن البقيين ما يدوش المعنى ده طيب هتقول حاجة زيد على الجملة دي هنا دي جملة اسمها كلام مباشر بذكرك بحاجات أنا عارف إنها مهمة في الامتحان طيب يعني إيه يعني علامات الترقيم بتاعت الكلام المباشر بعد فعل القول سيفي كما ده أشعرح تقول لك قبل كده أرجع لليونة اللي فاتت طيب جملة المباشر نفسها بتبقى بين انفرتد كامرز بين علامات تنصيص أو يسموها علامات اقتباس طيب وفي الآخر وفي فلسطوب أهو بعد علامة الاختباس طيب ما قالونا ساعة الفلسطوب من جوه مش مشكلة مش هيسألك في دي هتلاقي الأمريكان داي والبريطانيين دايب وحطوها بالجوه دايب وحطوها منبرع وحطوها المزاج ومهمة مناش داعوا احنا لكن دي مش محل سؤال فما تسألش في السؤال ده طيب ده رقم تمانية وعشرين طيب رقم تسعة وعشرين تشوف الجملة ما يقول لك صورة is worth worth قيمتها قيمتها ايه ألف كلمة آه يقول لك الصورة دي معبرة يعني ايه معبرة يعني لو قلت ألف كلمة ما تديش نفس المعنى اللي عايزة تقوله الصورة ادي معنى worth يبقى عندي التعبير او العبارة دي اللي هي be worth يا جماعة خلي بالي منها بتيجي مع verb to be اهو be worth خلي باك منها طيب هو لازم يعني يجي بعدها عدد آه هنا بيجي بعدها عدد بيجي بعدها عدد او بيجي بعدها نون يقول لك worth luxor is worth a visit الاكسور تستحق الزيارة نون طيب هذا البيت يستحق اتنين مليون جنيه يبقى this house is worth two million pounds ده الاستخدام بتاع worth يا جماعة طبعا فيه be worth هتيجي هتيجي ما تقلقاش طب يبقى ايه العبارة او ايه اللي اختيار في دول اللي يساوي ان الحاجة دي تساوي كزا او هو عايز يقولي يعني اوه يعني عايز يقوله بدل ما تقعد تتكلم كتير وريني اهو ادي دي المعنى it's better to show than till وريني اظهر وريني مهراتك احسن انك تقعد تحكي وتتكلم وترط على الفوضي من الافضل ان تظهر من ان تقول تظهر مش تظهر طيب رقم 30 ايه ده هو احنا اه 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 ايه ده مال فين الجرامر ايوه الجرامر ده هو الجزء اللي جاي فعلا رقم 30 a growing number ايه ده اه grow ده بتاع يزرع وينمو لا يعني عدد متزايد انا خلي بالك يا جماعة بركز جدا على موضوع الترجمة عشان اربع درجات الترجمة مهمين وبركز على مهارات الرايتنج عشان تلت اسئلة بست درجات مهمين وعشان الاسي المقال اربع درجات مهمين ايه ده اربع اسي وستة مهارات بتلت اسئلة اده عشرة واربع ترجمة اربع تاشر يا لاوي اربع تاشر طب عارف الجرامر اللي احنا عملين نحكي وبتتزل فيه السنة كلها في الحل عليه كم تمن درجات لانهم ستتاشر جملة اختياري منهم تمانية مفردات وتمانية جرامر يبقى احنا لازم بالضرورة نعمل ايه نركز على موضوع المهارات وده اللي انا بحاول اعمله عدد متزايد الهوز ايه الهوز مفردات اللغوية ارجو ان انا تكون قلت حاجة مفيدة خلي بالك من الملاحظات دي شاملة جرامر شاملة 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 مهارات عشان انا بربط كل الحاجات ببعضيها اتمنى الناس تساعدنا في نشر القناة يا جماعة وان شاء الله بالتوفيق للجميع شكرا